كما استعرض المستشار أحمد بنداري الإجراءات الخاصة بتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية وفي هذا الإطار أكد بنداري إتاحة استعلام المواطنين عن لجان المغتربين بمختلف المحافظات عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتم قبول كافة طلبات تقريب اللجان للمغتربين من المحافظات عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية تسع تلاف تلتمية ستة وسبعين مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع 11.631 لجنة فرعية موزعة توزيعا جغرافيا روعية في التسير على الناخب لتمكينه مباشرة حقوق السياسية وفي هذا السياق كانت الهيئة الوطنية للانتخابات اتحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيحها على هذه المقرات وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين وبالفعل طلقت الهيئة الوطنية 5550 طلب استجيب لكل الطلبات وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات الى اللجان الاقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاق بصوته ترجمة نانسي قنقر